أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن استضافة مملكة البحرين للجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية 2023 يضع المملكة على خارطة الرياضة العالمية البارالمبية ويعتس ثقة الدولية بقدراتها على استضافة كبرى الأحداث الرياضية جاء ذلك لدى استقبال سموه صباح اليوم رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورحب سموه بالسيد أندرو بارسونز منوها بالجهود التي تبذلها اللجنة البارالمبية الدولية لتعزيز مسيرة الرياضات البارالمبية في مختلف دول العالم ومن بينها المملكة مثمنا سموه ثقة اللجنة البارالمبية الدولية بمنح البحرين استضافة الاجتماع وهما يؤكد اهتمام المملكة بدعم فئة ذوي العزيمة متمني للجنة البارالمبية الدولية التوفيق والنجاح بدوره تقدم السيد أندرو بارسونز بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال معربا عن سعادته باستضافة مملكة البحرين لاجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية وهو ما يعكس الجهود المبذولة باللجنة البارالمبية البحرينية